بمعنى ان داخل الثان الثان هتعتبر الفيرتشول ماشين فيزيكال سيرفر كلام ده جبير صح طيب نعمل الكلام ده ازاي مبدئيا مبدئيا لازم كارت ال HPA الفيزيكال اللي موجود عندي في السيرفر تمام يدعم خاصية اسمها NPIV NPIV لو الكارت نفسه ال HPA بيدعم خاصية NPIV اقدر اعمل شيرينج للكارت ده اللي داخل الفيرتشول ماشين تمام طيب نعمل الحركة دي ازاي جوا الفيرتشول ماشين نفسها من فوق هنا من VM Options هتلاقي تحت حضرتك هنا في حاجة اسمها Fiber Channel NPIV ناكسباند هنا جوا هنا بقى ايه يا ما شاء الله WWPNs وقدر بقى أبتدي أصاين WWPNs و WWNs للفيرتشول ماشين بس هي حاليا طبعا هي نوت سوبورتد لأن أعطني We are currently assigned ولا لو انا مش غلطانا احتاجنا Power Off الاول دعونا نفسها Power Off بس لازم يكون في كارت موجودة يعني على فكرة أوكي دعونا نفسها Power Off ماشين دي و نشوف و انا بعد ما عقبلا Power Off هيبقى أكتف المترجم للقناة حسنا، اترك و اتحرك و اتحرك و اتحرك و اتحرك و اتحرك و اتحرك المترجم للقناة ساعترفين التضير ده ادرس و ده ادرس تروح حاضرتك بقى جوا السن وتكنفجر الكلام ده واخد بالك كمان لو عندك بقى س elections وعمل zoning هتحتاج تعمل في الزون تأخذ في الزون وتحط فيه لدول طبعاً الي بيشتغل على السن سويتش هيبقى مدرك اللى انا بقاق ولو حلو كده ما علينا. بس زلفل. اوكي. طيب. بالنسبة للديريكت باث اي او. ان انا بشكل مباشر ادخل او او اوصل عفوان يعني فيزيكال بي سي اي كارد بالفيرتشو الماشين. ليه عيوب? عيوبه ان الفيرتشو الماشين في حاجات كتير قوي مش هتشتغل فيها. معلش انا مش كتبها في السلايد بس هازكورها. بس بمنتهى البساطة. لما بوصل فيزيكال بي سي اي ديفايس بفيرتشو الماشين عن طريق الدايريكت باث اي او. في الحالة دي بتصبح الفيرتشو الماشين وكأنها فيزيكال ديفايس. يعني ايه? مش هقدر اعمل في موشن. مش هقدر اعمل ستوريج في موشن. مش هقدر اعمل سنابشوت. مش هقدر اخد سنابشوت. احنا هنفروض في الفيديو الجاي ان شاء الله هنتعلم الى السنابشوت. خدوا بالكو يا شباب. الناس اللي بتستخدم باكب سوليوشنز. بتعتمد على السنابشوت زي الفيم. فيريتاس. ناكيفو. خدوا بالك كوي. الفيرتشو الماشين اللي هتوصل فيها حضرتك دايريكت دايريكت بي سي اي ديفايس. لن يمكن ان تأخذ لها باكب مطلقا. بعد كده. ليه؟ لان السنابشوت خلاص تلغت. وده ما انتقي على فكرة. ازاي اخد سنابشوت وفيه فيزيكال ديفايس واصل فيها. انا ما بقدرش اخد سنابشوت للفيزيكال ديفايس. ساحه او لا؟. اوكي. فمفيش سنابشوت طيب. ايه كمان مش موجود? DRS طبعا مش هيشتغل لان ما هو ما فيش سنابشوت يعني ما هو منين؟ العهور ه SATB مش هيشتغل. يعني الفيرتشو الماشين لو حصلها سيرفر لانا مش غلطة. فدي حاجات لازم حضرتك تاخد بالك كويس قوي منها. ان لما تعمل القصة دي الفيرتشو ماشين دي خلاص بس روبيطت على الهوست اللي هي عليه وما بتدارش تعمل لها كلون كمان كمان الكلونيج يعني ايه كلون هنعرف الكلون بعدين واللي قريدي عرف يعني ايه كلون هي بفاق في اشاعة انا ما اعتقدش ان هي اشاعة طبعاً ان هي مكتوبة في موقع VMware يعني بس انا شخصياً عايزة اقربها ان السيسكو يو سي اس وانا في البروداكشن عندي سيسكو يو سي اس في السيسكو يو سي اس نقدر نعمل الحركة دي السيسكو البلايد ان في البلايد السيسكو السيسكو يو سي اس بلايد اقدر اعمل استخدم الديريكت باث اي او واقدر اعمل في موشن واقدر اعمل سناب شوت الكلام ده مكتوب فين خلوني يا رب الاقيها بس انا سيدها هاينا ولا انا قفلت الصفحة اساساً والله استنوا هيمكن الاقيها لكم اساساً فين اساساً اهي اه 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 اوكي بتقول هنا ايه ايه اه وكما يمكنك ان تعطي دي ريكت باث اي او المكتوبة هنا هاي اللي انا عايز اقولها دي. اوكي ان شفتوها او بعينكوا في موقع في موقع اهي. اهو الكلام اللي انا قريته ده من موقع فيمويرهم اه فيموير دوكس. فلا عنده سيسكو يو سي اس يفرح. تمام. اوكي اه. والله انا كنت متخيل ان انا هخلص الكورس ده. في خلق واحد. ما ما هو منه واضح انه مش عارفوا دلوقتي تلات فيديوهات ولا اربع فيديوهات الله اعلم. انا رغاي فزيع بس صحي والله لان الموضوع مهم انا حبيت ان انا اعمل عليه فيديو. اتمنى اه ان يكون الموضوع مفيد. معلش اه الوضع المّا هو صحيح أشان لانι AELLA تلات التحق. ما بانيتش عدي انا بالله ولاني انا عندي مشكلة فيه. لكن عند حضرتك في ال prz الحلوب القياس يبحث ي 몰라 اعلم ان يكون المطار. يعني اذا احتاجتها اصلا تمام شكر جدا لحسن استماعكم ونشوفكم في الفيديو اللي جاي إن شاء الله مع السلام